بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في أول حلقات كورة تريند على قناة الصحة والجمال اختفينا شوية ولكن رجعنا تاني وبإذن الله رب رجعنا أقوى من الأول أو هنكمل مع بعض بإذن الله رب الفترة اللي جاية بشكل كبير إن شاء الله رب في الفترة اللي جاية هنقدر نناقش كل أضايا كورة القدم بكل جرأة وحيادية واحترام وحطيني تحت كلمة احترام دي مليون مرة لأن احنا هنا لازمة نحترم التريند التريند مع الأهلي مع الزمالك مع الإسماعيلي معي أنا شخصيا مش مشكلة المهم أن احنا نحترم التريند لأن التريند أو الهاشتاج دلوقتي أو آيان كان اللي بيحصل على السوشيال ميديا هو بالنسبة للمشجع الأهلاوي أو الزمالكاوي مهم جدا كلنا بنتم بالتريند كورة قدم مش كورة قدم المهم أن التريند مهم للناس كتير جدا في حيات عشان كده قررت أسمي البرنامج كورة تريند هنتكلم في الكورة والتريند يعني التريند الكاروي خصصنا البرنامج بإذن الله يا رب فقرات أسبوعية هنتكلم عن التحليل الرياضي المحلي العالمي آسف هنتكلم عن الدورة الأسباني الدورة الإنجليزي هنتكلم عن الدورات الأوروبية بشكل عام بإذن الله يا رب في تطور كبير جدا في الفترة اللي جاية بشكر كل الناس اللي سندتني الفترة اللي فاتت ويكانوا معايا بشكر جمهور نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك اللي كانوا معايا دايماً في داهري بشكل مستمر يدعموني كلام ربنا يوفقك كان دائماً في ظهري بشكر جمهور نادي الزمالك جداً 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 وجمهور النادي الأهلي أيضاً بشكر جمهور النادي الأهلي أيضاً ولكن جمهور نادي الزمالك بعد ربنا سبحانه وتعالى في التواصل جمهور نادي الزمالك بيتواصل معاه بنتواصل مع بعض أنا الحمد لله زمال كاوي من حد الشيء يدر يخب بانتماؤه وحبه النادي الزمالك ليه بقى؟ هندخل في نادي الزمالك دلوقتي ولا نخليه في نهاية الحالة نخليه في نهاية الحالة في البداية بابارك لنادي الأهلي الفوز طبعاً النهاردة وإن شاء الله بإذن الله يا رب نادي الزمالك يعمل ماتش كويس جداً النهاردة برضو قدام التراجي في كذا حد بعتلي وسأل إيه رأيك في كارتيرون وفي عوضة كارتيرون يعني هقول رأيي في كارتيرون قبل ماتش مهم زي بتاع النهاردة أبقى بهزر كارتيرون ليه كل الدعم كل الدعم لكارتيرون كلنا نازم نقف مع كارتيرون محدش هاجمه مفيش كرة القدم دلوقتي إحنا في عصر احتراف مفيش حاجة اسمها أهلاوي اسمها مدرب هرب ومدرب ما هربش مفيش الكلام ده النادي الأهلي كابتن حسام البدري ماشي وقاله عليه هرب ورجع كابتن حسام البدري المدير الفني الكبير ولمدير الفني المنتخب مصر رجع طب يعني وينادي الزمالك كارتيرون مشي وفي نفس الوقت رجع فأنا ببص للحتة دي من منطلق الاحتراف اللي يدفع ياخد اللي هو عايزه كريستيانو رونالدو راحل يوفينتوس عشان فلوس ما كريستيانو رونالدو عمل تاريخ كبير جدا في مانشستر يونايتد وعمل تاريخ كبير جدا في ريال مدريد ليه ما غلبتش عليه العاطفة في ريال مدريد او لما كان في مانشستر يونايتد مثلا ليه ما رجعش مانشستر يونايتد ليه ما كملش في ريال مدريد وكان هيفضل يكسب في شامبيونز كتير ها ليه لان احنا في عصرة احتراف نيمار نيمار لما مشي من برشلونة عشان خاطر الفلوس وراح لباريس سان جرمان ليه ما الجمهور في اوروبا ما قالش نيمار هرب ده نيمار فلوس نيمار بيحب الفلوس نيمار كذا نيمار كذا لان الجمهور في اوروبا بيتعامل بعقلية المحترف بعقلية محترفة business is business كرة القدم الفترة الحالية هي business is business فلوس فلوس رايحة فلوس جاية اهلي زمالك انا دلوقتي انا انا كعبده في الفترة الحالية تقول انت بتحب مين اكتر لعب في مصر اقول لك مصطفى فتحي رقم واحد مصطفى فتحي ليه مصطفى فتحي مصطفى فتحي تظلم بمشاياه من الزمالك تظلم طب يعني انت ما بتحبش مثلا فرجاني ما بتحبش شكبالة ما بتحبش ده لا بالعكس بحب كل الناس دي وفوق راسي وفوق راسي جدا طبعا لكن انا اللي زعلت ان هو مشي من نادي الزمالك مصطفى فتحي اتظلم ان هو يمشي من نادي الزمالك ومتكلمش في فلوس وما كانش بتكلم في فلوس ما كانش بتكلم في حاجة فيه ناس كتير مشت من الزمالك وهم في مستوى عالي جدا في مستوى عالي جدا نادي الزمالك الفترة الحالية مش هقول فيه ازمة مالية وفيه كذا وفيه كذا لا اه انا كنت بدعم المجلس السابق بدعم المجلس الحالي وبدعم المجلس اللي جاي وهدعم المجلس بعد اللي جاي هدعم اي مجلس او اي رئيس او اي شخص يقعد على كرسي رئاسة نادي الزمالك ولكن المجلس الحالي مجلس محترم فوق دماغنا وانا بحب جدا المستشار عماد عبدالعزيز وله كل التقدير والاحترام ولكن هي رسالة من شخص بسيط زماركاوي لحضرتك يفيش اكتر من كده انا بحترم حضرتك جدا وبقدر حضرتك والله وعارف ان حضرتك جاي في ظروف صعبة ولكن اتمنى انهاء ازمة انهاء موضوع فرجاني ساسي خلينا نقول في موضوع موضوع اجمل من ازمة عايزين نخلص موضوع فرجاني ساسي وهنعتبر ده هدية حضرتك لجمهور نادي الزمارك فرجاني ساسي احد القوام الاساسي احد اللاعبين الاساسيين او القوام الاساسي لنادي الزمارك فرجاني ساسي صارح حامل ننفعش فرجاني ساسي ده مطلب جماهيري أنا واسك في ربنا سبحانه وتعالى واسك في كل حرفة بقوله في البرنامج هنا فرجاني ساسي مكمل في الزمالك وقلتها عندي على تويتر فرجاني ساسي مكمل بإذن الله يا رب في نادي الزمالك إلا أوكي فرجاني ساسي مكمل في نادي الزمالك بإذن الله إلا إلا حدث فيما هو أعلمه الجديد يعني أنا على حد يعني في اللحظة دي نقطة واحدة بس التفاوض مقربة جدا ولكن فضل نقطة يا إما ساسي هيقرب منها يا إما نادي الزمالك هيقرب منها دين لفضلة مفيش أكتر من كده لكن أي حد يقولك فيه أزمة مالية في نادي الزمالك من الزمالك كبير نادي الزمالك كبير مفيش حاجة اسمها أزمة في نادي الزمالك وأزمة في نادي مش عارف إيه لا كل أندية مصر بتمر بالأزمات المالية كل أندية مصر بلا استثناء من أول أصغر مركز شباب في الدرجة الرابعة اللي لسه معمول مبارح لحد أكبر نادي في الدور الممتاز اللي هو نادي الزمالك اللي معمول من 1111 والنادي الآلي طبعا النادي الآلي اللي هو من قبل نادي الزمالك كتاريخ طبعا النادي الآلي 1707 ونادي الزمالك 1111 يعني كل أندية مصر فيها أزمات مالية كل اللاعبين في مصر ليهوا مستحقات ليه الإعلام أو بعض الإعلامين بيصدروا مشاكل نادي الزمالك إن هي حرب عالمية من كم يوم سمعنا أن فيه موضوع كبير حصل في غرف ملابس أحد الأندية ولكن كالعادة هنلف في الورقة ومع السلامة وهنقلب ونشوف موضوع جديد نتكلم فيه إعلام محايد أوكي محايد على الكل محايد على الزمالك والإسماعيلي والأهلي والاتحاد تحكيم عادل عادل على الكل يبقى عادل على الإسماعيلي والمصري والزمالك والأهلي وبتروجيت وإمبي وبيرامد يعني برضو يعني ما يبقاش عادل على فلان وعلان لا فيه حاجة كمان حابب أن أتكلم فيه قبل ما أشوف بعض الرسائل حراككم بعدتوها أشوف طبعا وأنا أريدها مع بعض نشوف طبعا ده فيه موضوع تاني حابب أن أتكلم فيه أتمنى أتمنى من الإعلام الرياضي دعم ومسندد الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية الحالية بلاش يطلعوا مشاكل الزمالك والأهلي في الإعلام بلاش المشاكل إحنا ليه إحنا يا سبيد إيه لما نطلع مشكلة انفراد حصري طيب أوكي أوكي مفيش مشكلة حصب تمام مفيش مشكلة يا جماعة حطيت صور لا صور كلها تمام تمام بيهزاروا في الإيربيز أوكي تمام 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 يا رئيس بيهزاروا معاني في الإيربيز عايز طبعا ده صور هم بنعرضها لحضراتكو طبعا جمهور نادي الزمالك بعتها لي بالأمس لما عملت عنها تنويل نشوف الصور مع بعض تمام تمام كم فكرة دي طبعا فكرة سمتها جمهور الجمهور الزمالك دي فكرة بإذن الله ربا تبقى مستمرة معنا هنعمل جمهور الإسماعيلي وجمهور الاتحاد وجمهور المصري وجمهور الأهلي طبعا بنعرض الصور زي ما حقكم شايفين طبعا كل دول أنا بحيهم جدا جدا على تواصلهم معنا كم تمام طبعا بشكر كل اللي عملوا الستوريز على الانستجرام وعلى الواتساب كل الناس دي بشكرها بشكركم جدا بشكل رسمي على أنا علامة عبدو أشرف شكرا جدا أخبار الدول المصري شكرا تمام دكتورة تمام تمام مجلة المط شكرا أخبار الدول المصري تمام تاني شكرا تمام بشكر كل بشكر كل الناس اللي عملوا الستوريز على الانستجرام وعلى تويتر وشكر كل الناس اللي يتموا لو في فيديوهات معنا يا شباب جهزة ممكن نعرضها لو في فيديوهات جهزة ممكن نعرضها ما بش مشكال الفيديوهات جهزة تمام تمام نقطع نشوف فيديو ونرجع فرقة والاسلوب هو بيلعب على الاستحواز وده انا شايفه نجد نظر انه هو خطر لان انت مش كل فرقة هتبقى في نفس المستوى قدامك الحلول الفنية قدامك مع المعلمين مش كتير عنده اعتمد برضه على المعرض الفردة بتاعت المعلمين كل حاجة لكن مش هو ده اللي احنا عايزينه بالنسبة انك عزمة الكوية هو ميشي ليه والتوقيتي اللي ميشي فيه يعني ليس بنا في توقيت زي ده وانت ناجح وعلى وش بطولة وبطولة مهمة بالنسبة لنا وبطولة هتعلم الرصي دك كمدرب وتقدر سواء نفسك عن طريق البطولة دي بصولة هيده مشكلتنا معيه لكن فنيا اه هو مش اعلى واحد بالنسبة لنا يعني شايف باتشيكو اعلى منه شايف فريرو اعلى منه شايف كروس اعلى منه لكن خلاص اول حاجة مليون مبروكة على البرنامج يا عبد وان شاء الله تكسر الدنيا بنسبة للزمالك احنا محتاجين نركن العاطفة على جنب مين جاو مين ماشي احنا ورا الكيان باذن الله ماتشو التراجي يكون مفتاح لبوابة انطلاق وانتصارات وتدويج اخر الموسم باذن الله عيبة يكون رجالة وقدها والجهاز الفن يكون قدها وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله وارجينا لكم تاني بعد الفاصل وزي ما شفتوا حضراتكم السور اللي احنا عرضناها وشفتوا الفيديوهات ان شاء الله بذن الله يا رب الفترات اللي جاية كتير جدا هيبقى معنا حاجات من النوع ده بشكل كبير جدا فيه بس بعض الرسائل والكومنتس اللي وصلتني على تويتر نقرأها مع بعض نشوف نور بتقول ايه رأي حضرتك في الفترة القادمة للزمالك مع رجوع المدرب الفرنسي كارتيرون هنرسى ينجح؟ كل الدعم الكارتيرون كل الدعم الكارتيرون ما احنا هنعمل ايه؟ ما احنا هنهجم مدرب عشان مشي؟ احنا في عصر احتراف انا خلاص اللي هيمشي من الزمالك يروح اي مكان تاني انا مش هزعل احنا في عصر الفلوس بتتكلم عصر الفلوس فيه مين تاني حمدي بيقول هل الزمالك قادر على استعادة امجاده الافريقية تحت كارتيرون؟ نعم ولكن انت الفترة الحالية لو لو هتحاسب كارتيرون مش هتقدر تحاسبه لو الراجل خرج من القدر الله لو خرج من البطولة مش هتقدر تحاسبه لان كارتيرون جاي في نص البطولة مش بيلعب معك من فترة بعيدة لكن اه توقع استعادة امجاد افريقيا النادي الزمالك طبعا تحت كارتيرون مفيش مشكلة فيه شبكة اخباري الزمالك اوكسنون ميلانتا زمالكاوين شكرا باشكركم جدا باشكر طبعا في العمل كله امين تاني ابو مهدي بيقول هل موضوع فرجان السياسي خلص انا اتكلمت على موضوع فرجان السياسي في الانترو ممكن ترجع تشوفه موضوع فرجان السياسي يعني فيه تقارب وجهات نظر فيه تقارب وجهات نظر فضل خطوة يا زمالك بقى يروح يا فرجان السياسي اللي هيروح يعني فيه لقاطوة واحدة مش اكتر من كده فيه ايه تاني معانا استاذ محمد اه محمد خطاب بيقول لماذا عندما يتولى اي زمالكاوين منصب كل قراراته بتكون ضد الزمالك لا اختلف اختلف المنصب العام المنصب العام بيخلي الشخص محايد لان انت زمالكاوين جاي للأهلي وجاي للزمالك وجاي للإسماعيلي والالتحدي انت جاي كل الاندية لكن انا انا هغير هغير فكري او هغير عقليتي ان انا نبقى زمالكاوي امسك اتحاد كور او امسك هنا او امسك هنا اجي لازل زمالك بكرة الصبح اقوله انت محتاج ايه زمالك وانا اعمله لك على عيني وعلى راسي ده برضو ما مينفعش ده موضوع ما مينفعش احنا بنبقى هنا محايدين او المسئول هنا لازم ان يبقى محايد ويعمل الصح اللي مش هيئذي الزمالك ولي مش هيئذي الاهلي اتمنى تطبيق القوانين على الكل اتمنى تطبيق القوانين على الكل اتمنى تطبيق اللايحة لايحة التعادل الكورة تحت استاذ احمد مجاهد او استاذ احمد مجاهد ولا كابتن احمد مجاهد ونشوف كابتن أحمد مجاهد أنا بحترمه جدا 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 ولكن الكابتن المهندس أحمد مجاهد حضرتك ليه يعني في مشاكل في التحاضي الكورة بتخرج للإعلام أو اللجنة السلسية يعني ليه الناس حاسة أن اللجنة السلسية متحملة يعني ليه جمهور الأقلي حاسس أن اللجنة السلسية متحملة عليه وليه جمهور الزمالك حاسس أن اللجنة السلسية متحملة عليه ليه كده؟ يعني أتمنى في الفترة القادمة أنا عارف إن أحناك جاي مش عشان مصلحة شخصية دي أول حاجة أتمنى في الفترة القادمة يبقى في تصريح مصار الرياضة بجد بلاشة اتحاد الكورة برئاسة المهندس أحمد مجال لازم يبقى في تصريح مصار بقى عايزين نشوف كورة كويسة عايزين نشوف عصر الاحتراف عايزين نشوف تصوير عايزين نشوف تصوير موشات كويس عايزين نشوف مخرج أهلاوي يجي شعاف يعمل إيه في ماتشي الزمالك يمخرج جازة يجي يعمل إيه في ماتشي الزمالك عايزين ما نفرح ركوة كويسة عايزين نشوف صورة كويسة كده الحاجات دي كلها نكمل الرسائل بعض من المساجات في محمد بيقول طوفيه النجاح الدايم إن شاء الله حبيب ربنا نخليك شكرا في حد بيقول حضوظ الزمالك في التأهل ومشوره في البطولة حضوظ الزمالك في التأهل بإذن الله يا رب كبيرة جدا بإذن الله يا رب حضوظ الزمالك كبيرة جدا روحنا نخاف على الزمالك نجا نادي الزمالك ده كيان الزمالك اسم الزمالك لوحده حاجة كبيرة جدا يعني مش نادي الزمالك اللي هو إيه اللي هو مثلا يتخاف منه اللي هو يتخاف عليه اللي هو أصلي حصل كذا حصل حصل كذا لا لا يا جميعا ده نادي الزمالك نادي الزمالك التاريخ الكبير مش عايزين بقى ندخل لا فيه ما اجتماين ده نادي الزمالك يعني برضو احنا مش هنقدر ان احنا نقول مشاكل اتأثر على الزمالك لا فيه لعيبة بتلعب فيه لعيبة خلاص اللعيب ده شغلته ان هو يكسبك المفروض اللعيب اللي يطالب بفلوسه وبموصى حقاته يقد في الملعب وفلوسك كده كده جاية فما فيش اي مشكلة ان فلوسك ها تيجي تقول لي مش عايزين بقى نتكلم ونقل في عيبة دي كل التوفيين ينادي الزمالك يا رب النهاردة بإذن الله يا رب قدام التراجي وبإذن الله يا رب هنكسب ونعمل ماتش كويس جدا يا شباب لو فيه فاصل جايز معنا بعد إذنك هازي اطلع فاصل الزمالك طبعا او الاهلي قادي ده قالك هنبيلعب النهاردة وباركنا للاهلي في اول في اول ماتش فاصل ونرجع لبعد تاني ورجينا لكو تاني بعد الفاصل ونكملين مع حضراتكو للنهاية برنامجنا الفترة اللي جاية هناخد الترند القروي اللي موجود على الساحة هنحلله مع بعض وهنعرضه وهنشوف ايه هو المناسب اللي احنا هنتكلم فيه هنتكلم مع الحق الحق مع الزمالك هنقول الحق مع الاهلي هنقول الحق مع الاسماعيلي برضو ايه ها يلا قول سمع هنقول الحق مع هو بيقولولي في الاربس مش هنقول لا هتقول يا باشا قول الحق معايا ده في مصر هنتكلم فيه بكل جرأة وكل حيادية وكل احترام اللي بيطلع على الشاشة ده المفروض يتكلم باحترام وبالحق وبالعدل منفاش حد يستغل هو انه هو يجي على ده او يظلم ده او يطلع يقولك الحكم ده معرفش ايه او يطلع يقولك المخرج ده اصله في اصله اصل الحكاية واصل الرواية عايزين بقى نشوف اعلام رياضي كويس عايزين نشوف وجوه بتحترم عقل المشاه انا زمالكاوي ولكن لو في حاجة غلط حصلت في الزمالك ما طلعش اقولها ليه بكل احترام اطلع قولي يا جماعة حصل في واحد اتنين ثلاثة في نادي الزمالك النهاردة حصل واحد اتنين ثلاثة ويجب معالجة هذا الامر بالطرق الاتية وان تو سري فور وشكرا نقفل الصفحة بكل هدوء واحترام نروح للنادي الاهلي حصلت مشكلة زي مشكلة كهرباء نروح عايزين يا جماعة حصل واحد اتنين ثلاثة اربعة كده واحد اتنين ثلاثة اربعة ونقفل الصفحة ونركن صفحة المشاكل وندخل في صفحة الدعم للنادي الاهلي والنادي الزمالك وكل الاندية اللي بتلعب في افريقيا وفي الدورة ايضا احنا كده كده البرنامج اساسا محايد فمشان نيجي معداده نيجي بقى البرامد رمضان صبحي عجبني ليه بقى عجبني رمضان صبحي مش عشان انت زمكة والكلام اللي انت هتقوله ده ده عادي في مين هيقول كده رمضان صبحي لاعب عالمي والله لاعب عالمي رمضان صبحي وقع سمس وغيره في ان هو رجع للدوري بتاعنا طب انت المفروض كنت في اوروبا كمل في اوروبا الدنيا مش ماشى معك كويسة في النادي ده يعني روح ايطاليا روح فرنسا روح اي نادي في دوريات كويسة وعادي كانت الدنيا هتمشي معاك كان الموضوع كله هيمشي معاك عادي خالص والدنيا ما فيهاش اي مشكلة يعني الموضوع طبع جماعة خلص بس الجملة دي خلص الجملة دي طبعا اه انت وازلنا خلص انت وازلنا خلص يقولي خلص اه فالموضوع كان يمشي معاك عادي صبحي بشكل كويس جدا وبشكل محترم وبرة وكان هيدر يقدي وهيقدر والله كان هيدر يقدي برة في اوروبا مش مشكلة كل الدعم طبعا لمصطفى محمد اي ما بتفرج على ماتشاة مصطفى محمد اكتر من ماتشاة اي حدي تاني في اوروبا ووصلنا لنهاية حالاتنا واشكركوا جدا وانتظرونا في الحالات القادمة شكرا شكرا شكرا